علاقته مع العاملين المرحة بره الملعب مرحة جوه الملعب ديكتاتور كل التفاصيل ديت بتكون شخصيتك كما ترفيه بس انا برضه كان سؤالي شوية ملوش حلاقة الجميلة بتحبي مين اكتر من التاني فنية وكلر مؤثر في فتريتو انت بتكلم على 11 بطولة حققها كلها في سنتين وده عدد كبير جدا اذا الراجل خلال سنتين مدخل للنادي اهلي 11 بطولة منسوبة لكلر مش كده قلت وقلتلك مفيش شك طبعا النادي الاهلي بيساعد اي مدرب على النجاح صحيح فالتنين الاتنين في رأي شخصي مؤثرين جدا كل واحد في فترتو في شعال جيب بالي هلك بطريق تمنيت فمرة انك تبقى مجير فني للنادي الاهلي طبعا في فترة بالفترات كنت قريب جدا كنت قريب جدا اه الفترة اللي انا اللي هي زي ما تتكلم فيها على 2021 اه اه كنت بتمنى طبعا في الشك طبعا في الشك طبعا متمر النادي الاهلي يعني يضاف للسفي بتاعك كتير جدا في الشك طبعا هل سيدي حد تتكلم هل سيدي حد تتكلم معك؟ لا 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 كان في الكواليس كده كان فيه كواليس كان فيه كلام تربطني جمهوري النادي الاهلي تحديدا جمهوري النادي الاهلي يعني فيه رباط قوي جدا حتى بكل زملاء المدربين داخل قلعة النادي الاهلي حلو وده اللي انا بحبه دايما يعني انا دايما بقى من شخصية انه بفيه اه علاقة احترام زي ما كلنا بنكلم على تحكيم اه انه بفيه علاقة احترام بكل منظومة كرة القدم كمدربين وادارات طبعا وانه بفيه ود وما فيه شك طبعا الود فيه اختلافات ها لكن في الاخر ما بيفسجش الود قضيه يعني ها ف يعني بتربطني علاقات كبيرة جدا 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 بمدربين نادي الاهلي كلها وهو حتي بجماهير أمن حتي بآدراته هم يعني انا ها انا ذات نفسك قاطر العاشي متشرف بتكلام تلي intentional ايه سدر الحب جمهور الاهل للكابتن طار العاشري والله يحب الهي يعني لان اا ما يعني associive جمهور النادي الزامل فجمهور اه بمصر بس جمهور الاهي اهي حب الكابتن طار العاشري والله يعني نفسرك ايه انا ب makan ربنا اا مش عارب يعني أنا بحبط ربنا طبعا على العلاقة دية والحب ده تبنرش العلاقة دي مع جميل نادي الزمالك والنادي الزمالك؟ والله في ناس كترة جدا بيشجعوا نادي الزمالك والنما بيقابلوني يعني بيتكلموا كلام جيد جدا جدا يعني لما انت تكون بناء آدم محترم وشخصية محترمة ومؤسرة بالإجاب ما فيش شك انت بتنال إعجاب كل الناس طبعا ما فيش شك طبعا وكمان لما بتوضيف ده تأثير فني كمان يعني تأثير فني ويبالك شخصية وكرزمة في التدريب وليك مدرسة نعرض الناس بيه ليه مدرسة لطري العشر صحيح فأنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على الشخصية دي وربنا طبعا بحمد ربنا عليها وبقى طالب من ربنا سبحانه وتعالى يعني تدوم لأن دية اللي أنا اللي هي اللي في الآخر بقياك اللي ذكرهاك إن الزكرة الطيبة اللي انت بتسيبها هي اللي بتبقى هايل موضوع لما تقلق كابتن طري العشري والتعلق بالسحر والأمول بتاعت السحر دي كان بيضايقها ساعتها وكنت بتاخدها بيبالسة الموضيحك لا لا بجد والله لكتستعبها حتى بحد اتعامل معك بعد كده إن الكابت طري العشري فعلا بيستعبس هو في حد ييكسب بالسحر السحر طبعا مذكور مفيش كار مفيش شك طبعا بس كنتك كسبت المعتاشر دوري بقى كنتك كسبت المعتاشر دوري بقى كنتك كسبت المشيحة أنا كنت بستمتع جدا جدا لما كنت بلعب في فرق الكبيرة سواء الأهلي أو الزمالك وكنت طبعا لما فيش شك لما بتقابل الفرق الزيادية أنت مش بحتاج تحفيز سواء على التدريب أو اللاعبين صحيح الكل اللاعبين المتحفزة تلقائيا عشان يقدوا في شكل كويس جدا صحيح فطبعا ده اللي كان بيعليك كمدرق فكنت بتحاول أن تتفوق على الأهليك وتحاول تتفوق على الزمالك عشان تكون السبيل قوي اللي الحمد لله رب العالمين روحيت فيه الأهلي أو الزمالك إيه أكتر مباراة بعد ما خلص كنت مستمتع جدا وحاس أنت عملت مباراة كبيرة جدا مباراة تاريخية سواء قدام الأهلي أو قدام الزمالك لا في مباراة كتيرة جدا مع الأهلي يعني خاصة مباراة الكاس يعني لأن ده مباراة بطولة لما أنت تخرج الأهلي في النهائي وتحصل على الكاس طبعا يعني في الشك طبعا مباراة كبيرة جدا إحنا قابلت الأهلي في مباراتين يعني من قامت على المباراتين وبطولتين كاسوسوبر والحرص خاتل كاسوسوبر مبارات الزمالك فيه مبارات كتيرة جدا يعني كنا إحنا حرص الحدود كعبينة عالي على الزمالك في كل مباريات يعني حتى مش من أيام بس من أيام ادى كابتن حون البطولان لو تفتكر فيه مباراة شهيرة لكابتن حون البطولان أو حرص الحدود خمسة نين اللي حرص الحدود في الماكس timeline على الزمالك فكان كعبة حرص حدود عالي على الزمالك فديت من المباريات اللي أنا كنا منستمتع بيها أولاً أمام جمهورين كبار فأنت أنت كمدرب مش هتكبر ألا ما هتقابل الفرع اللي زيديه وتثبت شخصيتك يعني احنا بنتكلم على سيراميكا والأهلي فريق سيراميكا ليه شخصية في مباراة النادي الأهلي وبانت كتير جداً في الشرط الأولاني لو كان كمل على نفس المنويل في الشرط التاني أعتقد كانت النتيجة ممكن تختلف قدام الأهلي والزمالك تاريخياً في كل الفائل اللي اشتغلت معاه من المدربين اللي تعبوك يعني كنت عملت معه مجهود كبير جداً عشان تقدر التعامل معاه في الملعب في أرض الملعب أبيش هيك طبعاً يعني منو جزيز كانت سعلب سعلب أبيش هيك طبعاً يعني يعني كل المباريات اللي أنت بتقابلها مع النادي الأهلي كانت بالنسبة لي يعني تاريخ مين تانيجرمان والجزي كان الكابتن حسين بنبادري يعني قابلت كابتن حسين بنبادري في مبارات كتيرة جداً وكان برضو في ندية في المباريات كابتن محمد يوسف لما كان في فترة من الفترات ماسك فكان يعني الواحد يتشرف أنه هو يتقابل الكوكبة من المدربين دي بشكل كبير جداً من الزمالك الزمالك يعني معظم المدربين اللي كان في الزمالك كان مدربين أجانب يعني الفترة اللي احنا أبلناهم يمكن الفترة إيما كنت مساعد أيامك كابتن حلم طولن كان الكابتن فاروق عفر هو اللي كان المدور الفني المبرا اللي حرس عدوه كسف فيها خبز لكن بقيت كل مباريات اللي للزمالک كان كلهم مدربين أجانب تبتكر حد كان تعبك شوية من المدربين اللي ضربوا الزمالك تعبك فني انا اوصل عملت معاما جبود عشان تعرف تهزمه او تعرف تتعامل معاه يعني فيه مراء انا بس مش متذكر كمين المدر كل مراء احنا كسبناها في استاذ قاهرة 2 واحد مع حرس الحدود وكان احمد ايد عبد الملك والي كان جاب الهدفين بس مش متذكر من المدر مش متذكر طيب حالي سمكملين مع كابتن كبير كابتن طارق العشري بعد هذا الفاصل نواصل